استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على فضائية نورسات في حلقة جديدة بعنوان مشاركتنا في الحياة السياسية الأستاذ رمزي خوري المستشار السياسي والإعلامي حيث جرى الحديث حول موضوعات متعددة تشمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملكي والدولة المدنية والديمقراطية وقانوني الأحزاب والانتخاب وكيفية تهيئة البنية التحتية للعملية السياسية في المملكة كونوا معنا سيدي أنتم كنتم عضواً وعضواً فاعلاً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لو تعطينا فكرة عن هذا الدور المهم قبل 12-13 سنة جلالة الملك عبدالله الثاني قدم للشعب الأوردني الأوراق النقاشية والأوراق النقاشية تناولت المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعي والهدف منها كان أن نبدأ بالنقاش على ما هو الأردن الذي نريد في المئوية الثانية نحن نعينا المئوية الأولى والحمد لله بخير وبسلام الحمد لله وعلينا الآن أن نبدأ في المئوية الثانية شو هو الأردن اللي بإذنية؟ وبالتأكيد هناك جماعة في المملكة الأردنية الهجمية أن الأردن أصلاً هو دولة مدنية ديمقاطية ماذا يعني دولة مدنية؟ يعني عنا إحنا سيادة قانون لا أحد فوق القانون مسواب المواطنة بين كافة مكونات الشعب أكاننا نحكي يعنينا على ذكر أبو أنثر مسلم أم مسيحي أصول ومنابط الأعراق أنت مواطن لك ما لك من حقوق وعليك ما عليك من واجبك هذه الدولة المدنية طبعاً الدولة المدنية أيضاً تضمن الحريات وتضمن بما في ذلك حرية الإعلام وتضمن أيضاً حقوق الإنسان أما الديمقراطية الديمقراطية فهي أن يكون الشعب مشارك بشكل رئيسي بالحكم كيف سيكون هذا؟ طبعاً عن طريق الانتخاب وإحنا دولة ديمقراطية من باب أنه عنا مجلس نواب يمثل الشعب بكافة أطيافه نظام نيابي ملكي نعم صحيح نظام نيابي ملكي ودستورنا واضح نعم الشعب هو مصدر السلطة نعم فكيف بدنا نوصل لتلك الدولة التي نتمنىها الدولة القوية الفاعلة اللي الدستور مطبق فيها كانت الأوراق النقاشية صار في نقاش في المملكة الوردنية لها شمي وصار الآن الموعد للتنفيذ أنهينا النقاش نعم وانتقلنا من مرحلة الفلسفة إلى مرحلة التطبيق نعم فشكل جلالة الملك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نعم حتى تضع بعض التعديلات الطفيفة في الدستور الأردني نعم حسب حاجة قانونين أساسية قانون الأحزاب نعم الذي ينص على ما هو الحزب وما هو عمل الحزب وكيف على هذا الحزب أن يكون نعم وقانون الانتخاب الذي سينقلنا إلى تلك المرة ما هو الحزب